قد تكون هذه مقدمة لتظاهرات لاعتصامات لصلوات جمعة أخرى وبالتالي لو نفترض أنت يا سيد علي كنت الإطار التنسيقي هل ستخشى من مثل هكذا صلوات؟ خاصة وأن هناك تسربات سابقة نسبت لزعيم ائتلاف دولة القانون ينتقد فيها التيار الصدري ومحاولات ربما تسقط بعض الأطراف داخل الإطار الصدري هل يمكن أن يخشف الإطار التنسيقي من مثل هكذا صلوات؟ سيد علي نعم سيد تحية لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء حقيقة هذه الصلاة الموحدة جاءت كردة فعل احتجاجية على الخطوات التي قام بها الإطار التنسيقي لمنع التيار الصدري من تشكيل الحكومة وبالتالي أراد من خلال هذه الصلاة السيد مقتدى الصدر إصار رسالة إلى الإطار التنسيقي وحتى بقية المنظومة السياسية وفي نفس التوقيت هو يحاول أن يعرف إمكانية وقدراته الجماهيرية ويريد أن يدرك تماما أنه في أي خانة يستطيع أن يناور وأن يتحرك من خلال هذا الجمهور لا شك أنه هناك خشية وتوجس من قبل الإطار التنسيقي حول عديد الجماهير التي وصلت إلى بغداد اليوم وهي تترقب هذه التحركات وممكن للسيد مقتدى الصدر أن إذا ما نجحت هذه الصلاة تنظيميا أن يقدم على خطوات مماثلة في مناطق أخرى لامتصاص الجمهور الشيعي